موسيقى حنا في الأسبوع الثالث وراء الزلزال المدمير اللي شهدته مدينة أمزميز وتنتوجده بالضبط حاليا بواحد الحي اللي اسمته حير قرق السفلة حنا كما تتشاهدوا معنا هنا واحد الحي اللي مجموعين فيه كعائلة واحدة وخاء النوتي تكون من 22 عائلة إلا أننا ارتقينا نتجمعه في عائلة واحدة لأسباب متعددة منها أننا نجيرا أولا ثانيا هناك عائلة تحتوي على أشخاص معوزين معاقين يعني فئة هشة يعني احتياجات خاصة ما يمكنناش نتخلعوا على بعديتنا خصوصا في هذه الظرفية اللي يعني صعيبة شي شوية ومع ذلك احنا تجمعنا وتنضمنوا بناتنا حاجة عندي حاجة ما عندكش وتنتعاونوا وتنشكروا الإخوان اللي المحسينين واللي جاءوا عنا وسندونا وقدمونا شي مساعدات الله يجزيكم بخير الله يجزيهم بخير ومن هذا المنظر أيضا تنشكروا القناة دي الأنفس مشكورة واللي جاءت في هذه الوقتة يعني بالضبط يعني وتحملت واحد لما شقها باش أنها تدير واحد الربورتاج معنا مشكورة مشكورة جزيلا نعم يعني تكلموا الآن تكلموا على الوضعية ديالتكم هذا الوضعية شنو اللي نقصها هذا الوضعية يعني تنعيش وما زل يعني في الأسبوع الثالث ما زل تنعيش المعانة يعني ما زل يعني المخيامات ما ما كافيش العائلة تصوروا أننا عندنا 8 ديال الخيام وإحنا 22 عائلة يعني من اللي تنجي وتنضيروا كأفراد عندنا 160 فرد تصور 160 فرد بينهم نزعوا على 8 خيام كيفاش غادي نديروا لها مكانش واحدة المجموعة ديال الآيالات فيهم الحساسية ما يمكن لهمشكونوا في هذه الخيام اللي هي بلاستيكية تصور خيام بلاستيكية أشيعة الشمس كيفاش غادي تقدر تريح فيها اجزيادة على المراحد اللي غير متوفرة نهائيا تنخرجوا لخالاء وهذا يعني الآيالات ورجال وكذا ما شاء الله وصفي هذه الوضعية دي ما يمكن لهمش تصورها وخا نحكيها لك هكا يعني واقع شيء آخر يعني معاناة يومية وبالنسبة للسلطات ما زال ما تقدم النشي جهة رسمية اللي تقدر تجي تشوف الوضعية ديالنا وتقف عليها وتشوفها مباشرة كيفاش حايشين هنايا وكيفاش احتياجات ديالنا كدرت انتم الله يجازيكم بخير بعد طليتوا علينا هذا نقطة إيجابية يعني مشكورين عليها يعني احتياجات عنا الخيام مع الناش اللي هما كافيين الأفرشة كذلك مع الناش تصوروا الأفرشة مع الناش نفرشوا الميكا والكارتون في الخيام اللي عنا وميكلكم تفضلوا تشوفوا كل شيء بينكم يعني زايد الأطربة يعني الدرالي الصغار كلهم مرضوا لنا يعني أول والدي صغير مريض بالحساسية ما عمره مرض لأن الطربة يوميا بشكل يعني مستمر يعني طيضرة في القلب شي شوية ويعني بغينا نوصلوا لجهة المختصة يعني مطالب اللي هي أساسية باش أننا رأيت ما نخرجوا من هاد الأزمة يعني من بينها يوفرون إلى الخيام تكون متوفرة لكل على الأقل لكل عائلة الخيام دياله والأفرشة ديالها على الأقل نكون نوصلوا لواحد نسبة ديال 20% من العيش الكريم وفراء كل عائلة في هذا المجال هذا ويعني ومراحل تكون متوفرة ولو مرحل للرجال ومرحل للنساء اشتركوا في القناة